السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الجزء الثاني من لسن ثري من يونت تو منهك نيكت فايف والنهاردة هندخل كلاس الفونيكس وهو حاجة ممتعة جدا وبتخلي نطقنا أحسن كتير فعايزاكم تركزوا معايا كويس واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان بقية الدروس وأهلا بيه في جروب التليجرام اللي حيلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف وحط لايك للفيديو ويلا بينا بس قبل ما نبتدي عايزا أقول لكم ان بقلوس جاي برضو النهاردة في ليسون ثري بس هو جاي هو وبيزي بي وصوزكا في الجزء الأول يلا بينا نركز let's start sounds 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 أهم حاجة عندنا في الإنجليش لما نيجي نقرأ أو نتكلم sounds الأصوات وإحنا طبعا عارفين إن كل حرف ليه اسم وليه sound وأنا بستخدم sound في القراءة مش بستخدم الإسم وممكن كل حرف بيبقاله أكتر من طريقة في النطق خصوصا الفاولز الحروف المتحركة وفي حروف تانية لما بتشترك مع بعضها بتدي صوت مختلف زي إيه؟ زي مثلا عندي حرف السي لوحده له طريقتين في النطق ساعات أنطقه س لو جيه بعده إي أو آي أو واي زي مثلا رايس وساعات بانطقه ك إذا جيه بعده إي حرف تاني أو مفيش حروف خالص زي كات وعندي حرف الـ H بانطقه ه زي هورس لكن حرف السي وحرف الـ H لما يتحدوا مع بعض حيدوا صوت جديد خالص اللي هو تشا زي تشبس هو كمان ليه نطقين تاني ساعات بانطقه ك زي سكول وساعات بانطقه ش ولكن دلوقتي إحنا مركزين مع الساوند ده ساوند تشا يبقى السي والـ H هناخدوا لهم دلوقتي ساوند واحد اللي هو تشا والرمز بتاعه كده لما بشوفه في أي دكشناري قموس مكتوب كده أعرف إن أنا هقول تشا 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 تشاكلت تشا تشيز طيب والـ S والـ H لما يتحدوا مع بعض بيدوني إيه بيدوني ساوند جديد اللي هو ش شا شا زي ما كون بقول لحد شا فش شوز شا شوز شا فش والرمز بتاع ساوند شا هو الرمز ده شبه تشا بالضبط بس ما فهوش اتي ده شا ده تشا الـ S-H شا وـ C-H شا 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 طب تي اتش بقى تي اتش هاس تي اتش two sounds ليها صوتين ايه هما ث وذ ث زي حرف الث في اللغة العربية وذ زي حرف الث في اللغة العربية فإزا الث والذ احنا بنطلع لساننا المفروض يعني ففي ث وذا انا لازم اطلع لساني في الحالتين لازم لساني يطلع منه حتة غنونة بين الأسنين وده رمز ث وده رمز ذ ث ث ث ث ث ذ mother ذ ذ ذ ذ ث ذ ث ذ ث ث ث ث ذ ث ذ لسانك بره في اللغة العربية اما ph ايه ده اله بقى ايه يعني مشتركة اله دي بين عليها طيبة جدا مشتركة مع كل الحروف وعطي اصوات ph ث ث ث زي sound ال f زي elephant elephant يبقى اله بتشترك مع c تديني cha وبتشترك مع s وتديني cha وبتشترك مع t وتديني tha وذا طيب ال n وال g n و g مع بعض بيدو صوت واحد ما بسمعش فيه g ازاي ال n احنا عارفين لما بقول حرف ال n في نطق العادي لساني بيبقى فوق جرب كده nice nice في n لسانك بيبقى فوق لكن ال n وال g بنطقهم مع بعض صوت فيه غنة زي n n n n n n نلاحظ ان اللي لساني تحت فعلا فيها غنة والرمز بتاعها بيبقى كده لما شوفها في اي ديكشنير الرمز ده اعرف ان هي دي n و و ال w h هنا رجعتلي ال h تاني بيت نطقوا مع بعض و و زي w بس يعني ما منطقش ال h ده ايه زي ما جاش وراهم o لو جي وراهم o يبقى w هي اللي هتمشي وال h هي اللي هنطقها زي كلمة whole نطقة ال h لكن w h زي what when where كل دوت ما فيهوش o بعد ال h يبقى انا بنطق w c k مع بعض بيت نطقوا k زي duck بطة وده الرمز الصوتي بتاعه اما ll فانا بنطقه مرة واحدة بس زي pull 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 والرمز بتاعه كده ده بالنسبة للأصوات sounds امال ايه الحكاية المقاطع دي syllables يعني ايه كلمة تتكون من one syllable two syllables او حتى three المقطع هو جزء من الكلمة يحتوي على صوت متحرك واحد صوت متحرك واحد انا قلت صوت sound مش حرف يعني انا لو عندي حرفين متحركين ورا بعض او ثلاثة ورا بعض بيتنطقوا sound واحد هحسيبهم واحد بس لو عندي ايه مثلا في اخر الكلمة هحسيبها اصلا مش هحسيبها ان هي موجودة كsound متحرك لان هي مش مطلعة sound يبقى هحسيبها ازاي sound وهي مش sound صح كده مش كلام منطقي برضو ماينفعش عدها صوت وهي مش مطلعة صوت يبقى بالاصوات مش بالحروف عندي هنا مثلا كلمات بتتكون من يعني صوت متحرك واحد زي cat sun red pan fish كل دي وكل واحد يحتوي على صوت متحرك واحد الاي اليو الاي 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 بتحتوي على صوت متحرك خارج من حرف اي والمقطع التاني بيحتوي على صوت متحرك خارج من حرف اي اما window برضو زي ها بالظبط كل مقطع بيحتوي على حرف متحرك الاول خارج من الاي والتاني خارج من الاو وهكذا tiger برضو ti ده مقطع ger ده المقطع وهكذا teacher بس بصوا بقى عندي teacher المقطع الاول في اي اي واي يعني حرفين متحركين بس هما بيتنطقوا long اي بيتنطقوا sound واحد بيتنطقوا اي فاذا هو teacher فاذا هو الاي والاي هحسبهم واحد بس عشان هما بيتنطقوا مع بعض sound واحد بس زي ما انا ايلى من شوية يبقى ti والاي والاي مقطع ch er مقطع عشان بيحتوي على sound ا اللي خارج خارج من اي اما الكلمتين دول بقى هو اعطيني المقطع والمقطعين بس نقولوا دي معاها بالمرة ثلاث مقاطع فعندي هنا dangerous dangerous ثلاث مقاطع ال d وال a وال n فيهم sound خارج من a يبقى كده مقطع و g وال r مقطع و u s مقطع وال u هن بيتنطقوا sound 1 هن هن بيتنطقوا بيتنطقوا sound خفيف dangerous بيتنطقوا بيوتفول نفس الشيء برضو ال a u بيتنطقوا sound 1 يبقى هم sound 1 ti مقطع syllable f u ل u واخد بالي ان هنا المتحرك sound المتحرك بيبقى بين صوتين ساكنين او اكتر من صوتين ساكنين يعني عندي اصوات ساكنة في وسطها واحد متحرك هو ده يعتبر مقطع syllable يبقى صوت متحرك بين صوتين ساكنين او اكتر يعتبر syllable مقطع ثاني صوت متحرك بين صوتين ساكنين او اكتر يعتبر syllable مقطع أما حرف الواي فهما بيقولوا عليه شبه متحرك يعني أحيانا بعتبره متحرك زي الفاولز اللي احنا عارفينهم لما بيتنطق زيهم بيدي الأصوات متحرك زي مثلا تراي كراي دراي فأنا هنا بقوله آي يبقى هو هنا بيتنطق زي حرف الآي يبقى هو هاعتبره هنا متحرك وبالنسبة للنقطة اللي انا قلتها في الأول اني لو عندي الكلمة آخرها اي مثلا ومش بتتنطق مش بحسبها زي فاير فأنا عندي هنا الاي مش بنطقة بقطع لغاية الار فاير وخلاص يبقى هنا دي مقطع واحد رغم وجود حرفين متحركين بس هم بيخرجوا ساوند متحرك واحد والإي ما بتخرجش أي صوت لكن ده هي طبعا مأثرة في الساوند بتاع الاي بيخليها لونج لكن هي في حد ذاتها مش بنطقة هيبقى مش محصوبة وطبعا فاير يعني حريق أما الفاولز الحروف المتحركة فهم خمسة زي ما احنا عارفين وكل واحد فيهم ليه كذا طريقة للنطق النهاردة هنتكلم عن اتنين منهم اللي هما الشورت فاول واللونج فاول الحروف المتحركة يعني فيه شبه قاعدة طبعا لكل قاعدة فيه حاجات غير منتظمة لا ينطبق عليها ولكن في الأغلب الحرف المتحرك بيبقى شورت لما بيبقى الواحده واقع بين حرفين ساكنين وبيبقى لونج لو جه اتنين متحرك وربعض الأول فيهم بيكون لونج لو اتنين متحرك وربعض الأول فيهم بيكون لونج التاني ما بيتنطقش بيطول الأولاني وبس أو لو فيه حرف متحرك وبعدي ساكن وبعدين اي اللي هي بنقوله عليها ماجيك اي اللي السحرية فإذا المتحرك ده بيكون لونج برضو نشوف كده الكلام ده عندي هنا شورت اي ولونج اي طبعا دوت الرمز بتاعها بالشورت وده رمز اللونج الرمز الصوتي طبعا وهي شورت بقولها ا ا ا وهي لونج بقولها باسمها كل الحروف الأصوات اللونج الطويلة بقولها باسم الحرف يعني اي بتتنطق وهي لونج اي اي نشوف الشورت بات كات بات كات هلاحظ ان الحرف الجاي لواخده هو شورت بين ساكنين طيب هنا كيك هلاحظ ان عندي اي وبعدين ساكن اللي هو كي وبعدين الماجيك اي يبقى ايزا كيك ال اي هنا هتبقى لونج وبرضو عندي بين ألم يعني واجع برضو هنا عندي اتنين متحرك وراء بعد الاي وبعد الاي فايزا هنا الاي هتبقى لونج زي ما قلنا في شبه القاعدة بتاعتنا طيب بالنسبة لل اي برضو هنا الشورت بتاعتها وهنا اللونج ودي طبعا الرموز الصوتية بتاعتهم في الدكشناري في القموس احنا عارفين اني الاصوات لها رموز عشان الحروف كدابة يعني الحرف لما بشوفه مش شرط اعرف بيتنطق ازاي لان ليه كذا طريقة لكن الرمز لما بشوفه بعرف بيتنطق ازاي لان الرموز مش كدابة الحروف هي اللي كدابة انا كنت شرحت الكلام ده بالتفصيل في درس الفونيكس في يونيت 1 تقدر ترجع له هتفهم الحكاية دي بالتفصيل نرجع تاني لليدر اي الشورت بتاعه بنطقه اي زي ديك فش اي لكن اللونج بتاعه بنطقه باسمه بنطقه اي زي بايك نايت هنا بايك في الاخر ماجيك اي ونايت هنا بعديها حرفين متحق سايلاند اللي هما الجي والاتش برضو في الحالة دي بيتنطق لونج طيب عندي هنا ال اي اه الشورت اه لاحظ الفرق بينها وبين الاي الاي اه الاي اه زي يعني مش مكسورة زي الاي بقول pen ايج لكن طبعا اللونج بقولها باسمها تبقى اي بي فيت باسم الحرف الساوند بيطلع زي الاسم طالما هو ساوند اه طويل او ممدود نيجي تاني لل او طبعا هنا هو عامل لي اه الرمز بتاعها النطق الامريكان لان احنا عارفين منهج كنكت منهج بال بالنطق الامريكي عكس المنهج اللي قبل كده فهنا عندي اه ال او في الامريكان بيقولوها ا ا اه فانا عندي ده دا يعني الدج اللي طول عمرنا بنقولو عليه دج دلوقتي بقى دا 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 با 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 طيب لو طويلة بقى ال او لو ال او طويلة فانا هقولها باسمها او فهتبقى روز كون بقى قلتها زي الاسم زي ما اتفعل شورت يو بتبقى سريعة جدا في النطق عن ال او بالامريكان فبتبقى ا نط كب طب لو طويلة يبقى باسمها يو كيوب فيول طب هنا في الاولة طويلة ليه في في الاخر ماجيك ايه في التانية طويلة ليه في بعدها متحرك اخر اللي هو ال ايه اللحظ بصوا كل الطويلة يا اما اتنين متحرك وربعة زي بيه مثلا ما هي بيه اتنين متحرك ايه وايه الاتنين متحرك هو او متكرر بس متحرك وفيت برضو روز في في الاخر ماجيك ايه كون في في الاخر ماجيك ايه يعني زي ما قلنا بس طبعا الكلام ده فيه كلمات لا ينطبق عليها ولكن ده ينطبق على المعظم يعني عندي مثلا كلمة زي هد فيها ايه وبعدها ايه المفروض اقولها طويلة لا هي بتبقى شورت هد على طول ال ايه بتبقى شورت وهكذا لكل قاعدة شواز يعني لكل قاعدة فيه حاجات لا تنطبق عليها الكلام لتس براكتس يلا نتضرب براكتس ميكس بيرفكت التدريب يجلب الاتقوم يعني هنعمل العلمة صحة على الكلمات اللي فيها شورت فاول هنا بيقول لي اول حاجة روز ايج فش هات بين تي طبعا روز هنلاقي هنا فيها او لونج لي عشان فيه في الاخر ماجيك ايه طب ايج ايج طبعا شورت ال اي فيها شورت يبقى هعمل عليها هي علامة صح فش برضو فيها ساوند اي شورت فهعمل عليها علامة صح هات برضو فيها اي شورت علامة صح لأ هنا بقت لونج مش هنعمل علامة لان هي الاي بعدها اي اذا تبقى لونج وهكذا تي الاي بعدها اي تبقى لونج فبردو مش هنعمل عليها علامة يبقى هنا بس هعمل على ايج فش اند هات يعني هنقرأ ونشوف كام مقطع في كل كلمة يبقى هنا عندي two syllables عشان عندي two sounds two vowels ال i وال o يبقى ال w وال i وال n مقطع syllable وال d و o و w برضو مقطع يبقى هكتب هنا two syllables two كلمة sun طبعا تحتوي على فاول واحد اللي هو يو تبقى d one syllable three teacher طبعا هنا ال e وال a هاتبرهم ساوند واحد عشان هم فعلا sound 1 long e فاذا ده t وال e وال a syllable وال ch e r syllable يبقى كده two syllables four fish برضو just one vowel حرف متحرك واحد تبقى one syllable plute او pelute انو تنصح هنا برضو هعتبرها ان هي two syllables عشان عندي ال o وال u لكن ال e هنا هحسبها ان هي فاول لا طبعا لان هي مش بتدي sound اصلا هي هنا مش منطوقة في حد ذاتها فاذا هي مش محسوبة يبقى انا عندي two syllables بس طيب اخر واحدة read طبعا one vowel يبقى one syllable one vowel one syllable على طول يبقى هنا هكتب له one syllable طبعا محتاجين تدريب اكتر هنزل لكم التمارينات في جروب التليجرام وحنحلوها مع بعض تمارينات استباهد والمعاصر واول ما نخلص الوحدة هنعمل زي الوحدة اللي فاتت هنحل اللي اختبارات على الوحدة من جميع الكتب الخارجية معاصر استباهد جيم بيت باي بيت الباهر كلهم هنحلوهم في سيشان واحد ان شاء الله زي اليونت السابق لو استفدت من الفيديو اوعى تنسى اللايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة